ما كان بالأمس تلويحاً بدى اليوم في البحر وتلك الأصابع التي وقعت على الخروج من الاتفاق النووي باتت اليوم على الزناد وكأنها ذروة صراع ومراحل استفاف الخصمين أمام بعضهما بدون سابق انذار وبشكل مفاجئ يعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكلين مع طاقمها البحري بالإضافة إلى وحدة من القاذفات الجوية إلى الخليج العربي رداً على مقال عنه بولتون مؤشرات قلقة مصدرها إيران فجاءت الخطوة الأمريكية رسالة جلية واضحة إلى الأخيرة بأن أي استهداف لمصالح الولايات المتحدة أو حلفائها هناك سيواجه برد صارم اللهجة الأمريكية تعلو نبرتها لدى وزير الخارجية مايك بومبيو فيقول إن بلاده ستحاسب الإيرانيين على أي هجمات تستهدف مصالحها سواء منها أو من أحد وكلائها الخطوة تأتي في لحظة سبقتها مقدمات تصعيدية تجاه إيران بدأت مع وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب ثم وقف العمل بالإعفاءات لتصدير صادرات إيران النفطية عندما هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز إذا منعت من تصدير النفط كما تحدث المقربون منها في العراق مجددا عن إخراج القوات الأمريكية من البلاد وليس العراق وحده سيكون ساحة للمواجهة المحتملة بين الطرفين فهناك سوريا وهناك لبنان وكذلك اليمن كلها أضحت حرابا متقدمة للمشروع الإيراني الذي بدأ يتوسع عاقب احتلال بغداد عام 2003 فهل يحاول ترامب إصلاح ما تسبب به بوش؟ سؤال يجيب عنه الأمريكيون أنفسهم وكذلك تكشفه الأحداث ومجرياتها فهم يؤكدون مرارا أنهم لا يريدون حربا شاملة مع إيران كذلك برنامج ترامب الانتخابي تضمن وعدا رئيسيا بعدم الدخول مجددا في حرب برية فقد تكتفي واشنطن بضربات صاروخية على منشآت إيرانية محددة وهذا أحد السيناريوهات المحتملة أما الجزء الأصعب توقعه هل بإمكان إيران ضبط جميع أذرعها في المنطقة وهل ستبقى فزاعة الثورة الإيرانية مصدر قلق طويل الأمد في الشرق الأوسط أسئلة مهمة في أوقات حرجة